موسيقى مشاهدي ميديا ان تيفي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برامج عين على افريقيا احداث عديدة ميزت القارة الافريقية خلال العام 2023 على مختلف الاصعيدة السياسية والاقتصادية والامنية وغيرها المغرب الذي تشكل افريقيا عمقه الاستراتيجية كان اهتمامه بالقارة حاضرا بقوة من خلال مبادرات ملكية رائدة تسعى للنهوض باوضاع القارة الافريقية الى جانب عديد المؤتمرات والملتقيات التي استضافتها المملكة فضلا عن مرافعة المغرب عن قضايا وشعوب القارة في المحافل الاقليمية والدولية قبل نقاش المحور الاول نتابع هذا التقرير لنهى يوسف ضمن المبادرات التي تعكس الاهمية الكبرى التي يوليها المغرب لافريقيا اطلق الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين للمسيرة الخضراء مبادرة دولية لتعزيز ولوج بلان الساحل الى المحيط الاطلسي المبادرة الملكية التي لقيت صدى افريقيا واسعا ترمي الى جعل افريقيا قارة مزدهرة في تجسيد لتعاون جنوب جنوب القائم على اساس شراكة ربح ربح خلال العام الفين وثلاثة وعشرين واصل المغرب تكريس مكانته كاول مسثمر افريقي في غرب القر والثاني في عمومها بفضل دينامية الرؤية الملكية المتبصرة تجاه العمق الاستراتيجي للمملكة على مدى ثلاثة ايام احتضنت مراكش نهاية ماي الماضي الدورة الاولى لمعرض جيتكس افريقيا بمشاركة تسعمائة عارض وشركة ناشئة بالاضافة الى وفود من خمسة وتسعين بلد وفي نونبر عقدت بالمدينة الحمراء الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الافريقي تميزت برسالة ملكية اكدت حاجة افريقيا لمبادرات جريئة لتحرير طاقات القارة وامكاناتها افريقيا حضرت كذلك في المغرب من خلال الاشتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين حيث شكلت فرصة لاسماع صوت القارة والتزام المغرب الثابت تجهها البعد الديني كان حاضرا في علاقات المغرب بافريقيا ايضا فقد نظمت مؤسسة محمد نسادس للعلماء الافريقى ندوة حول ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الافريقي تميزت بتوجيه امير المؤمنين الملك محمد نسادس رسالة الى المشاركين فيها اكدت على دور العلماء في تبيان محاسن الوسطية والاعتدال ومن ضمن ملتقيات عديدة احتضنتها الاقاليم الجنوبية للمملكة استضافت مدينة الداخل قبل انقضاء الفين وثلاثة وعشرين اكبر اجتماع افريقي لغرف التجارة والصناعة والخدمات تحت شعار استثمار وشراكات استراتيجية مستدامة ومعنا من الرباط الدكتور محمد زكرياء ابو الذهب استاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط مرحبا بك دكتور اهلا وسائل اخو محفوظ مرحبا دكتور من ضمن ابرز احداث السنة التي تعكس اهتمام المغرب بافريقيا المبادرة الملكية الدولية لتعزيز ولوج بلدان الساحل الى المحيط الاطلسي والتي احتضنت مراكش مؤخرا اجتماعا وزارية تسيقيا حولها كيف تجد الاهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة دكتور بالنسبة لي هي تحصيل حاصل لماذا؟ لان تعكس اولا توجه استراتيجي قديم انصح التعبير بالنسبة للمغرب لماذا؟ لانه ما فتئ يعني يعمق ترسيخه الافريقي جنوب الصحراء بالخصوص حتى بدأت تبلور الفكرة بدأت اولا كشكل تصور قطاعي كان هناك ما يسمى بالتعاون على مستوى الصيد البحري والمغرب يحتضي منظمة للتعاون في قطاع الاسماك اسيست سنة 1989 ولكن دخلت حيث النفاذ 1991 وكانت ايضا يعني من بين مقتضايتها هي تسهيل ولوج الدول غير الساحلية الساحلية التي تستفيد من الخيرات السماكية وهذا شيء اساسي يعني اريد ان اؤكد ان هناك عقيدة مغربية راصخة مؤداهوة اولا تقاسم الخبرات تقاسم الثروات وايضا تمكين دول لديها سلبيات جغرافية ان تحتبر من الاستفادة من ولوج البحر هذا شيء اساسي ثم ثانيا بدأت الامور تتقدم رويضا رويضا 2009 كان اول لقاء من هذا القبيل ولكن 2022 كانت على ما اعتقد السنة الاساسية لأولا سياغة ورقة طريق او خريطة طريق فيها فيها السياحة البحرية الى اخره ثم اخر المطاف هناك خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الدكرة 48 للمسير الخضراء التي اعلن فيها جلالته رسميا بان المغرب وهذا الشيء اساسي يتيح الاستفادة من بنياته التحتية المتعلقة بالموانئ وغيرها للدول السحية ونقصده بالذكر بطبيعة الحال المالي اتشاد بيخينافاس والنيجر اعتقد هو منعطف استراتيجي مهم جدا يرصخ عقيدة الافريقية للمغرب ثم ايضا يوضح ان المغرب اذا عاد الى عائلته المؤسستية يعني الاتحاد الافريقي السنة 2017 فهو دائما ضارب في الطريق ماضي في الطريق عفوا ويطبق ما كان قد قاله صاحب الجلالة من خطابه في يناير 2017 بانه جئنا لافريقيا لحشد الهمامي ثم ليس للتفريقاء وانما لكي تكون افريقي لافريقيين واعتقد بان هذه العقيدة المغرب ماضي في تنفيذها او تطبيقها واخير يعني الامتلاه هي هذه المبادرة الخلاقاء والبناءة والتي تأكيد ما يسمى بمقاربة اندماج جنوب جنوب طيب دكتور على الصعيد الاقتصادي كانت هناك عديد الاحداث نذكر من ضمنها مثلا الدورة الاولى لمعرض جيتكس افريقيا والدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الافريقي وغيرهما الى اي حد يكرس المغرب اليوم مكانته على صعيد الاستثمار بالقارة الافريقية لا حسب التقارير الدولي في ذلك تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي اضحى المغرب الآن هو ثاني مستمار في افريقيا جنوب الصحراء ما ينهيز تقريبا تقريبا سنة 2022 800 مليون دولار يعني مقارنة ب2014 الذي كان يعني الحجم لا يتعدى مئة مليون دولار هناك مقاولات عمومية سواء كانت يعني عمومية او خاصة هناك دول بالتحديد تستفيدوا بطريقة مباشرة مما يسمى بالاستثمارات الخارجية المغربية المباشرة هناك مقاربات اخرى مرتبطة بشركات ما يسمى برابح رابح إذن هذا يعكس أولا بأن هناك زخم خاصة في سنة 2023 هناك نوع من تسريع أكسيليغاسيون ومؤخرا كالمغرب خاصة مدينة مراكشة اعتقد احتضنت لقاء من هذا القبيل في إطار بلورات ما يسمى ببلاتفورم يعني منصة الإثمارات ولكن أنا أقرأ هذه الاستثمارات المغربية ليس بطريقة منفردة ولكن بعلاقاتها أيضا بدول أخرى مهتمة بما يسمى بالتعاون المتحدة مثلا وليات المتحدة الأمريكية أو تكتلات كالاتحاد الأوروبي أو دول كالإمارات العربية المتحدة بالتالي فهذا الإثمار المغربي يعكس عن توجه من ناحية الجيو اقتصادية والجيو السياسية لأن فيه مقاربات مركبة إن سحتبير ودائما الهاجس الأساسي هو تقوية الشاركة والاندماج جنوب جنوب طيب دكتور ونحن نتحدث عن الاستثمارات الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تعتبر بوابة المغرب على القارة والمركز الاقتصادي المستقبلي أيضا لإفريقيا استضافت عديد الملتقيات والمنتضيات الإفريقية وتزايد اهتمام بلدان إفريقيا بها خلال العام 2023 بحثا عن الفرص الاستثمارية ماذا عن هذا الجانب دكتور؟ بالنسبة لي هذا ما هو إلا حصد استثمار ذكي يعني صار فيه المغرب بفضل التوجهات الملكية السامية وهذا شيء أساسي الإعلان على البرامج الهائلة منذ سنة 2015 وتعبئات أغلفة مالية محترمة جدا تفوق 70 مليار ديرهم وهذا شيء أساسي ثم مثلا هناك ما يسمى بالجاذبية الأقاليم الجنوبية يحتعل مستوى المؤشرة السوسيو اقتصادية أضحة اليوم يعني تحتل المراتب متقدمة مقارنة بجهات كالضلبضة أو فاسق وغيرها ثم تالتا لاحظنا في الآوينة الأخيرة أن هناك أيضا استثمارات على مستوى البنية التحتية ليس فقط فيما يتعلق بميناء مثلا دخلا الذي نذكره دائما ولكن أيضا بنيات جامعية هناك مراكز صحية إلى آخره بالتالي يمكن أن نقول بأن هناك تحول على مستوى جاذبية هذه المناطق ليس فقط من ناحية داخلية عدد جيات في المغرب هواء 12 ولكن حتى على المستوى القاري بميناء الأفريقي ولا إلا أن المشاريع المقبلة خصوصا هنا يبغي أن نذكر بالمشروع الهائل لميناء الدخل الأطلسي والذي سوف ربما قد يضاهي أو ينافس حتى ميناء طنجة المتوسطي بالتالي يمكن أن نقول بأن الأقاليم الجنوبية المغربية سواء في الدخل أو في العيون أو حتى في جيات قلميم يعني الجيات الثلاثة مترابطة سوف تكون قاطرة من قواطر التنمية ليس فقط من ناحية الداخلية ولكن حتى من ناحية الجهوية ومن ناحية القارية دكتور خلال اجتماع على هامش المنتدى الدولي ميدايز نومبر الماضي انضم خمسة مواقعين أفارق جدد إلى نداء طنجة لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي قبل ذلك أيضا في نهاية يناير انضمت ثلاث دول جديدة خلال اجتماع بمراكش كيف تجد الالتزام المتنامي لإفريقيا لصالح مغربية الصحراء خلال 2023 وتصحيح خطأ تاريخي يعني سقطت فيه منظمة الاتحاد الإفريقي سابقا لا أعمم ولكن دول التي بالأسف في ذلك الوقت خصوصا مع بداية تمانينيات القرن الماضي دعمت هذه العضوية والتي بالطبع الحال من ناحية المقاربة القانونية وانا عارف ما أقول قانون الدولي العام الذي يقتضي أن يكون هناك عناصر مشاركة لنقول بأنه كيان معين يمكن أن نستحق صفة الدولة لم تكن أبدا الجمهورية المزعومة تستفي أو تستجيب لتلك المعايير الأساسية كانت هناك خروقات احتى على مستوى مطاق الاتحاد الإفريقي إذن الآن نصحيح هذا الخطأ دول إفريقية ليس فقط تقليديا التي تعتبر صديقة للمغرب ولكن استفاقت دول أخرى التي إلى تاريخ قريب كانت تدعمه هذا الانفصاليين أضحى اليوم تعريف وتعلم بأن كل ما يتعلق به هذا الكيان الحقيقة يشويش على سيرورة الترمية في الاتحاد الإفريقي وبرز دور المغرب طلائعي في هذا المجال من خلال المبادرات السبقة للمغرب سواء في مجال مثل معالجة معضلة الهجرة غير النظامية أو أيضا في تشجيع مبادرات كتدعيم مثلا خطة أو مشروع إقامة منطقة تبدو الحر القاري إلى آخر إذن هذا الدعم الآن الذي أضحى يعطى للمغرب فيما يتعلق بحجية مقارباته في الدفاع وحدته التروبيا ما هو إلا كسير حاصل وهو يصحي خطأ تاريخي وأعتقي بأنه سوف تكبر يعني أو يكبر حجم الدعم الكيفي للمغرب دكتور البعد الديني كان حاضرا أيضا في علاقة المغرب بإفريقيا من ضمن نشاطات عدة مثلا نظمت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ندوة حول ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي ما لعني الدور الرائد لهذه المؤسسة في مناهضة الإرهاب من خلال تبيان الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف أدحى المغرب الآن يقدم نموذجا للتسامح والتعايش وأيضا لحوار الأديان لأنه الأمر لا يتعلق فقط بجانب الدين وإنما بصفة عامة حتى فيما يتعلق بحوار الأديان والثقافات والحضارات وهذا المؤسسة بمبادرة من صحب الجلالة سنة 2015 وحتى الظاهير اللهم لها تتحدث عن مجموعة من الأشياء في مثلا تعزيز التعاون ما بين علماء المغرب والعلماء الأفريق يعني عملا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مجتمعات أمتي على ضلال وأن هذا يعني تعزيز التعاون وأيضا جعل المغرب صراحة منارة إفريقية من ناحية الإنبعات الديني والثقافي خلصا وأن مدينة فاس تعرف بأنها أول جامعة تضم أو الجامعة في الطاريخ الإسلامي واحتى ربما الدولي جامعة القراويين والتي تعلم فيها مجموعة من العلماء بالتالي اللقاءات المنظمة بين العلماء المنظويين تحت لواء هذه المنظمة البناء صراحة يساهمون في إشعاع وبث الإسلام السمح وأيضا اعتمادا على المذهب المالكي الذي يعتمده ورسميا من طبيعة الحال المغرب واعتقد أنها حققت منذ 2015 إلى الآن ولها ارتباطات أخرى لأن هناك ما يسمى بتشبيك ريزوتاج جموعة من الأشياء الإيجابية جدا تعرف أولا بقدرة المغرب على احتواء ظاهرة التطرف الديني والإرهاب إلى آخر من خلال نحن نعلام ذلك المراجعات إلى آخر وأنها أيضا سائرة في خطة يعني منظمة شبيهة أو ذات الارتباط كالمجلس الأعلى للعلماء خصوصا في الرباط والمدن الأخرى وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذا المنظمة تعزز ما يسمى بالقوة الناعمة للمغرب ولكن تحصد أيضا مجموعة من المبادئ التي المغرب صراحة رصخها منذ قرون في إفرانيا جنوب الصحراء خصوصا في غرب إفريقيا إذن الدكتور محمد زكرياء أبو الذهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط كنت معنا من العاصمة الرباط شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام تجسيدا للرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك تميزت سنة 2023 بحضور فاعل ونشط للمغرب داخل مجلس السلم والأمن تابع للاتحاد الإفريقي خدمة للقضايا النبيلة للقارة ومصالح المواطن الإفريقي قبل النقاش نتابع هذا التقرير لسنة المسعود على شكلة ولايته الأولى ضعف المغرب خلال ولايته الثانية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المستمرة إلى غاية عام 2025 ضعف إجراءاته الرمية للحفاظ على الوحدة والتضامن الإفريقيين ووضع مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في صلب اهتماماته تنفيذا للسياسة الإفريقية للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس وفي مختلف اجتماعات مجلس السلم والأمن دافع المغرب خلال عام 2023 عن الوحدة الترابية للدول الإفريقية وعن ضرورة اعتماد مقاربات شاملة تقوم على السلم والأمن والتنمية من أجل رفع تحديات المتعددة التي تواجه القر في مناسبة عدة شددت المملكة على أهمية تبني الحوار سبيلا لحل الأزمة في السودان كما دعت إلى دعم جهود السلم والأمن والتنمية في القابون والنيجر وبوركينفاسو وغينيا ومالي إزاء الأزمة في الصومال دع المغرب كذلك المجتمع الدولي إلى دعم البلاد من أجل تمكينها من استعادة مكانتها إقليميا وقريا ودوليا وبخصوص قضايا الشباب في إفريقيا دع المغرب أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى مشاركة فعالة وهادفة لهذه الفئة وتعزيز مكانتها وبخصوص الأمن جددت المملكة التأكيد على العلاقة بين الإرهابيين والجماعات الإرهابية والانفصالية المغرب طالب كذلك باعتماد حكمة إفريقية أفضل للفضاء السيبراني وشدد فيما يتعلق بحماية اللاجئين على أهمية عمليات التسجيل والتوثيق كآلية أساسية لضمان حمايتهم وقطع الطريق أمام كل محاولات تسييس واستغلال هذه الفئة التي تعيش أوضاعا هشة ومعنا من مراكش دكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش مرحبا بك دكتور مرحبا بداية دكتور كيف تجد الحضور المغربية النشطة خلال 2023 أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي دفاعا عن قضايا دول القارة بالفعل عندما نتحدث عن علاقة المغرب بمجلس السلم والأمن الإفريقي فهي العلاقة بدأت منذ سنة 2018 وهذه هي الولاية الثانية للمغرب في هذا المجلس وأكيد أن المملكة المغربية كانت لها قيمة مضافة فيما يتعلق بالمواضيع والإشكالات التي ميزت أجندات عمل مجلس السلم والأمن الإفريقي خصوصا في ذلك لتعدد المشاكل وتعدد الرهانات وكذلك ما يعول عليه البلدان الإفريقية فيما يتعلق بالدور الممكن لهذا المجلس من حيث الاهتمام بكل القضايا وأظن بأن التقرير جاء مفصلا حول عديد القضايا التي ميزت أشغال المجلس السلم والأمن الإفريقي من حيث الاهتمام بالشباب من حيث الاهتمام بالأمن من حيث الاهتمام بالتنمية والسلم من حيث كذلك الاهتمام بدور المرأة والحركات الانفصالية والإرهابية كلها شكلت مواضيع عديدة اهتمة بها مجلس السلم والأمن وكانت فرصة المغرب لكي يدلي بدلوه فيما يتعلق بخبراته وطريقة معالجته لمختلفات القضايا دكتور ثلاثية السلم والأمن والتنمية التي أشرت إليها تحكم مقاربات المغرب إزاء تحديات البلدان الإفريقية وقد رافع عنها بقوة طيلة السنة كيف تجد هذه الثلاثية دكتور أظن بأن هذه الثلاثية هي مترابطة ويمكنها أن تشكل آلية للعمل المشترك لأن ليس كل مفهوم يؤثر في الآخر فالسلم يؤثر في الأمن والأمن يؤثر في التنمية وبدونهما ليست هناك إمكانية لتحقيق التنمية لهذه الشعوب أظن بأن التركيز على هذه الثلاثية كان مهما لأن ما تعيشه القارة الإفريقية هو بخصوص غياب هذه الثلاثية غياب السلم والأمن وكذلك غياب التنمية وبالتالي عندما تم التسليط ضوء على هذه الثلاثية فأكيد أن المجلس السلم والأمن أكد بما لا يدعو مجالا للشك بأن هناك ترابط بين هذه المفاهيم الثلاث وكلاهما ضروري لتحقيق الآخر صحيح أن القارة الإفريقية تعرف بأن قارة قليلة الأمن هناك مناطق فيها دول فاشلة هناك مناطق الحركات الجهادية تفرض سلطتها هناك كل هذا يؤثر على التنمية لا زالت مظاهر غياب التنمية موجودة بشكل كبير خصوصا في منطقة الساحل والصحراء إذن أظن بأن هذه تلاتية والجمع بينها كان مهما جدا وأظن بأنه يشكل خارط الطريق من أجل البلدان الإفريقية للاهتمام أولا بإسكاة البنادق وتحقيق الأمن والسلم ومن تم الاهتمام بالتنمية في أكثر من مناسبة دكتور جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي التزامه الراسخة بمبدأ التضامن من أجل مواكبة البلدان الإفريقية في عملياتها للانتقال السياسي نحو النظام الدستوري ماذا عن نجاعة هذا المبدأ التضامني والذي هو ثابت لدى المملكة بالفعل فكان هذا هو التوجه الدبلوماسية المغربية من حيث عدم إدانة الإنقلابات ومن حيث كذلك عدم تدخل في شؤون الداخلية للبلدان الإفريقية التي ترى أن من حقها أن تقرر مصيرها وفق الشكل الذي تراه مناسبا صحيح أن هناك كثرة الإنقلابات مما أدى إلى زازعة الحكم المدني لكن أظن بأن البلدان الإفريقية تعي جيدا بأن لا بد أن تقطع مع مرحلة سابقة مرحلة تميزت بالتبعية مرحلة تميزت بسياسة فرنسا فريقا التي كانت تضع مصالح فرنسا أهم من مصالح في سنة 2023 كان هناك تأكيد من قبل مجلس السن والأمن الإفريقي على الوحدة الترابية للبلدان الإفريقية وأهمية تبني الحوار سبيلا لتسوية الأزمات كان كل هذا يبين بالفعل بأن إلى جانب الخيار الذي تنهج هذه الدول فأكيد أن المغرب ساهم من حيث خبرته من حيث سياسته الاعتدالية من حيث كذلك دبلوماسيته الهادئة للعمل على الحد من آثار هذه الأزمات والعمل على مواجهته عن طريق الحوار على الصعيد الأمني أيضا أكد المغرب في مناسبات عدة أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال عدد على العلاقة بين الإرهابيين والجماعات الإجرامية والانفصالية إلى أي حد دكتور باتت القارة تدرك خطر الترابط بين هذه الجماعات بالفعل فمجلس السلم والأمن في أشغاله رقم 1882 ل27 أكتوبر الماضي أكد على أن هناك علاقة ما بين الحركات الإرهابية والجماعات الإجرامية وكذلك الحركات الانفصالية وبالتالي تم العمل من خلال تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية بضرورة وأهمية مكافحة هذه الآفات والعمل على تحقيق التعاون والتنصيق بين الدول من أجل مواجهة تلك الروابط وآليات التنصيق بين مختلف هذه الجماعات بما فيها الحركات الانفصالية وكيف أنه لا بد من العمل على وضع حد للموارد اللوجستية والمالية التي تجعل من هذه الروابط تخدم مصالح هذه الجماعات أكيد أن مجلس السلم والأمن من خلال برنامجه المرتبط بأجندة 2030 لإسكاة البنادق أكد على ضرورة أن مواجهة مختلفاته الجماعات والعمل على إيجاد آلية من أجل التنصيق ومن أجل المشاركة من أجل الحدي من مواردها والعمل على تنصيق الاستخبارات فيما يتعلق بالتصدي لهذه الحركات إذن الدكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكوش كنت معنا من مدينة مراكوش شكرا جزيلا لك شكرا لفريق العمل وشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام يمكنكم مشاهدين متابعة هذا البرنامج وغيره من برامج ميديان تيفي على موقعنا على الانترنت ميديان تيفي بوان كوم نلتقي الأسبوع المقبلة في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا إلى اللقاء اشتركوا في القناة